بسم الله الرحمن الرحيم وبين السعين نستكمل موضوع خصائص الماء اللي هي الفلو البربراتيز وبنشوف النهاردة لما ننشوف الكي اللي كومبريسبو الفلو قلنا بتعتمد على نوع البروسيس فان ذكرت بعض العلاقات بالنسبة لل ideal gas flow احنا عارفين انه البي بتساوي الرو على RT وبالتالي الرو بتعتمد على البرشر وعلى التمبريتشر فالكزامبل لو انا عندي ايزوسيرم البروسيس اللي هي البروسيس عن T سابتا بيبقى المعادلة بتاعتي البي على الرو بتساوي شكل علاقة بين البرشر والتمبريتشر لو جيت على سبيل المثال الايزنتروبك بروسيس اللي هي نوهي الترانسفير وزاوت فريكشن أو فريكشن ليس بتبقى المعادلة بتاعتها بي على رو اس غاما حيث الجاما هي عبارة عن السي بي على السي بي اللي هي الاسبيسيبي كيت ريشيو دم احنا هنشوف لو جيت حسب تلك في الحالة الاولانية اطبق في المعادلة بتاعت الكي هلاقي الكي بيساوي بي وده تطبيق بسيط جدا تقدر تعمله انك بتقول المعادلة دي بتجيب الدي بي على قطة بتديره وتعاوض يطلع عليه هذا الكلام بالنسبة لي الحالة بتاعت الايزنتروبك بروسيس بلاقي ان الكي بتساوي جاما بي وزا ما شوفنا احنا عارفين ان الجاما الاسبيسيبي كيت ريشيو والسي بي اللي هي الكنوستانت بريشر سبيسيبي كيت والسي بي سبيسيبي كيت بنجد ايه انه عندنا زي ما قلنا المقدار بتاع قيمة الكي كبيرة جدا بالنسبة للسوائل comparison مع الوتر بنقول كمان ان اهمية الكي كالدلالة الهندسية بتاعتي باستفيد من ان انا بحسب speed sound or acoustic velocity وده بتحسب بالمعادلة c بتساوي جزر db على d rho او انه c عبارة عن جزر k على rho يبقى سرعة الصوت في الاوساط اللي انا بستخدمها و اهميتنا عارف المودة فلسستي ان انا بقدار احسب سرعة الصوت في الاوساط يبقى c بتساوي جزر k على rho لو انجت عايشين مثال الايزنترابيك احنا قليل نسال k بتساوي gama b يبقى c بتساوي جزر gama b على rho